مولينا من القدس المحتلة أحمد البوديري أحمد إذن لقاء مرتقب لبينت ببايدن لاحقا ماذا تنتظر أو ينتظر ويتوقع الجانب الإسرائيلي من هذا اللقاء؟ نفتالي بينت يريد تقديم خطة واضحة للجانب الأمريكي تتعلق بلجم الطموح الإيرانية وذلك بأن يكون هناك مشروع نووي تحصل في إيران على قنبلة نووية ولكن أيضا لجم إيران في منطقة الشرق الأوسط سوريا العراق اليمن ولبنان هذه الخطة التي سوف يقدمها نفتالي بينت إلى الرئيس الأمريكي ولكن أيضا الرئيس الأمريكي الذي سوف يحاول خلال هذه الجلسة الحديث حول الملف الفلسطيني واستيناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نفتالي بينت سوف يرد بأن الوقت الآن غير موافي وغير مواتي لكي يكون هناك مفاوضات ولكنه في المقابل لن يقوم بضم المناطق في منطقة غوري الأردن وبالتالي أن يكون هناك تقدم في هذه المسألة القضية الثالثة هي مطالبة إسرائيلية بمليار دولار أمريكي كمساعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي وتحديدا في تجديد مخزون القبة الحديدية باعتبار بأن ذلك قضية هم الجانب الإسرائيلي وجزء من التعاون والتحالف العسكري الإسرائيلي الأمريكي القضية الرابعة هي قضية أفغانستان لن يتطرق نفتالي بينت لكلمة أفغانستان أبدا ولكن كما فهمنا من المصادر الإسرائيلية سوف يدعو الرئيس الأمريكي لعدم الانسحاب من العراق ومن سوريا كي لا يكون هناك فراغ أمني أمريكي في منطقة الشرق الأوسط نعم ماذا بشأن لقاءات بينت هناك بأمريكا وخاصة في لقاءه ببلينكين هل من تسريبات حول ما دار بالفعل خلال هذا اللقاء خلال هذا اللقاء كان هناك دفع بأن يكون هناك تعزيز للعلاقات العربية الإسرائيلية تحديدا مع الدول التي وقعت اتفاقيات سلام مؤخرا مع الجانب الإسرائيلي وأن يكون هناك دور أمريكي لتعزيز هذه العلاقات وليفتح أفق جديدة القضية الثانية والتي لاقت اهتماما كبيرا في إسرائيل هو الدفع بأن يكون هناك إلغاء للتأشيرة الأمريكية للإسرائيليين وهذه القضية لعلها سوف تكون أهم سوف يعود به نفتالي بينت للمجتمع الإسرائيلي كإنجاز وحيد تقدم خلال هذه الزيارة وذلك لأن المجتمع الإسرائيلي كان يرنو دائما بأن يكون هناك إلغاء لهذه التأشيرة خاصة وأن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هي متميزة على موضوع الدبلوماسية هذا الذي فشل فيه بن يمين نتنياهو على سبيل المثال حتى خلال عصر ترامب والقضية التي تهم المجتمع الإسرائيلي بأن يكون هناك سهولة لسفر الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة ولكن الإشكالية التي كانت موجودة هي أن هذا يعني بأن الأمريكيين من أصول فلسطينية في المقابل سوف يكون لديهم أيضا سرعة الوصول إلى إسرائيل وبالتالي عدم الخوض في تأشيرات وهذا الذي كان يقلق الجانب الإسرائيلي وأيضا الجانب الأمريكي لكي لا يحدث هناك بعض الإشكاليات في هذه المسألة ولكن بلينكين وعد بأن يكون هناك تسريع لاتخاف هذا القرار هذا القرار اتخذ سابقا ولكن وصل إلى عقبات معينة الآن الجانب الإسرائيلي الأمريكي كما فهمنا من المصادر المقربة من نفتالي برد قد تجاوزت هذه العقبات القضية الثالثة وبإجاز هو أن يكون هناك تعاون أكثر في موضوع مجلس حقوق الإنسان في موضوع مجلس الأمن في موضوع الأمم المتحدة بمعنى أن يكون هناك دعم أمريكي لإسرائيل تحديدا في الأوساط الدولية وفي المحافل الدولية وأن يكون هناك دعم أمريكي غير مشروط ومستمر لإسرائيل في المحافل الدولية أحمد البوديري مرسل غاد كنت معنا من القدس المحتلة شكرا لك